دي مش حكاية من حكاية ألف ليلة وليلة ولا حكاية هقولها لحضراتكم عشان تنام عليه هتقدش هتنام ما تعرف تنام عليه ده واقع حصل وحدث بيحكيه على خشبة مراء مصرح منصة تيريكس العالمية الكاتب والاقتصادي الأمريكي جون بيركنز مؤلف كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم انت عايز تعرف ايه اللي هيحصل اللي جاي لمنجمين اللي بيجيبهم الإعلام النجس ولا بنفتح مندل ولا بنقرأ فنجان القهو لا شكاية الحكاية ما فيهاش اي عبقرية الجواب بين من عنوانه ومن تفاصيله جون بيركنز بيكشف في سلسلة الفيديوهات اللي نشرت سنة 2016 واللا هتبحها معك على اجزاء على مدار هذا الاسبوع جون بيركنز بيكشف في كتابه اللي نشره سنة 2012 عن الكوارث الاقتصادية اللي بتعملها الشركات الرأسمالية العالمية بالتعاون مع الديكتاتوريين في العالم للحصول على مزيد من السلطة والمال والنفوذ والضحية هي الشعوب اللي تططت رأسها لهؤلاء الديكتاتوريين كل كلمة هتسمحها من جون بيركنز وكل حرف هتقراءه في كتابه هتعرف وتفهم حرفيا السيسي والعصابة العسكرية الخينة على مدار السبعين سنة اللي فاتت عملوا ايه في مصر جون بيركنز ده عالم اقتصاد وكاتب وناشط سياسي امريكي ده تعريفه في كل الكتب والمواقع لكن تعريفه هو نفسه امر مختلف جون بيركنز بيقولك انا كنت قاتل اقتصادي او قرصان اقتصادي بشتغل في الشركات الاستثمارية الامريكية الكبرى بالتعاون مع المنظمات المالية الدولية زي صندوق النقد وبنك التسليف والحاجات دي انت عارفت استهلالا عشان تدخل معايا في الحكاية شوف تعريفه نفسه في كتابه الاغتيال الاقتصادي للامم عشان تعرف هذا الرجل بيتكلم من اي مكان بيصف هو واللي زيه شغلانيتهم ايه كراصنة الاقتصاد هم خبراء محترفون ده واجور مرتفعة مهمتهم ان هم يسلبوا ملايين الدولارات بالغش والخداع من دول عديدة في سائر انحاء العالم يحولون المال من البنك الدولي وهيئلة المعاونة الامريكية وغيرها ليصبوه في خزائن الشركات الكبرى يعني القارد اللي بيجيلك البنك الدولي بيدهولك المعاونة الامريكية اللي بيجيلك ازاي بتتحول عن طريق المجرمين اللي بيحكمونا لتصب في خزائن الشركات الكبرى وجيوب حفنة من العائلات التارية التي تسيطر على المواد الطبيعية للكرة الارضية صنع تقارير تزور انتخابات رشوة ابتزاز جنس قتل يلعبون لعبة قديمة قدم عهد الامبراطوريات لكنها تأخذ ابعاد جديدة ومخيفة في هذا الزمن القاتل الاقتصادي او القرصان الاقتصادي زبينه الاساسيين الديكتاتوريين الحكام الفسدة المجرمين زي اللي عندنا في مصر دول اللي فيها حروب اللي فيها صراعات داخلية اللي فيها انقلابات دول اهم زبينه ها؟ اهم حاجة ان يكون في حاكم ديكتاتور او فاسد ما عندوش ديمقراطية ولا حرية ولا شفافية بعدها كل حاجة سهلة كده احنا عرفنا الزبون والباية جون بيركنز بقى هو الوسيط ايه هي بقى الطريقة اللي بيتبعوها عشان الصفقات تتم يعني احنا صفقة بدأنا الحالة بايه؟ بصفقة شركة الشركة الامريكية والايطالية واللي دخل معاها شركة اسرائيلية اللي اكتشفوا بيرغاز في اردنة المهلبية في الجمهورية وباحستنا فيها عشرة في المي كيف تتم تلك الصفقات؟ 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 اللي زيه وزي امتاده بيحكي ما حدث معه ومع آخرين بالزبط في كتابه اللي هو بالمناسبة في الفيديوهات دي بيدي نبضة عن كتابه وشهاداته اللي في الكتاب جون بيركنز بيقول انا مش مؤلف بإصرة حكاية غير حقيقية انا كاتب بقولكم اعترافاتي لما كنت قرصان اقتصادي من القراصنة دلوقتي اللي ايه؟ قاعدين يتنططوا في كل عن حقمص كتاب اعترافات رجل كان عضو في مجموعة صغيرة والان زاد عدد قراصنة الذين يتبخترون في ممرات مكاتب شركات مثل مونسانتو وجنرال الالكتريك ونايكي وجنرال موتورز وتقريبا جميع الاحتكارات الكبيرة في العالم وهم يؤدون ادوارا مشابهة وربما يحملون القابا ألطف احقاقا للحق فلما بروي قصتي اعترافات كرصان اقتصادي اروي قصتهم ايضا انها قصتكم كذلك هي قصتنا كلنا يا جماع قصة عالمكم وعالمي قصة اول امبراطورية عالمية بحق ويقول لنا التاريخ ان انا ما لم نصحح ما صار تلك القصة ستنتهي حتما النهاية مفجعة هو بيجيب لك ملخص القصة ها يعني وقتها ما بتكونش شايف السلاح في ايده التانية لكنه هو بيجيب لك من ابو اخر طبعا السلاح اللي في ايده التانية ده بيختلف يعني معانا مثلا كجمهورية جديدة السلاح اللي في اليده التانية ده بيبقى السلاح بيبقى تهديد ان احنا هنقول عليك انقلاب هنتكلم عن الجرائم اللي بتعملها هنثير القلاقل هنحرك جنرالات في الجيش فهمت؟ السلاح ده اسم رمزي بيركنز بيحكي عن تجربته اللي عاشها بس وعاشها اخرين لان في ناس ما بتحكيش تجربته اللي عد عليها في ايران واليكوادور واندونيسيا والسعودية وغيرها حكاها بالنص ولأهمية تلك الحكايات المرتبطة بالايام البيضة اللي احنا بنعيشها في مصر الان وفي الايام المقبلة ارتباط وثيق بزعب انها حكايات مهمة جدا جدا هنث جدا وكلامه في غاية الخطورة ومحتاجك تركز حقيقة وانت بتسمعه ماذا يفعل القتل الاقتصاديين بسيطات القصة اللي بدأ بيها البترول والغاز قديني لسه منديك لمحة وشفت لما حد طيلة السنين السنين الرخاع الفاقتة في حكم ابن مصر البارد والمخطات الكهرباء وبتاع بقولك كأنه بيحكي عننا انا بعرض لك كلام وانتو اعلى الملعق تقدروا تعملوا الرب بارد طبعية غسر متوسط بيترول قناة سويس مناجم دهب فحمه وغيره كله بيخشوا عليه مشاريع جبارة بفلوس كتيرة قوي طب ما هي مشاريعه لما هو حضرتك اللي بيخسب منها العصابات اللي بتدخل تنفذ تلك المشاريع طب والشعب ايه وضعه شعبنا ايه وضعه اسمع باقي الشعب هيبع ليه ديون كبيرة عليه ان يتحملها وده ليه دي الاطلاق دي من عندي ان الشعب غائب اللي بيحكمه بيشارك في الحكمة على اي مستوى المستويات حتى على مستوى الرقاب هديك ما شاء الله شفت محكمتنا الدستورية الكبيرة ما شاء الله والضخمة والعريقة واللي فيها شوية خواجات وهي بتصدر حكمها التاريخي ان ما فيش حد من الشعب ليه حق انه يطعن على اي مشاريع من المشاريع اللي بيكلم عليها جون بيركنز الغالبية العظمى تعاني وستعاني اتنين بس اللي بيستفادوا من تلك اللقطات والمشاريع عشان كده هو مسميها اغتيال اقتصادي ومسمي نفسه قاتل اقتصادي كناية عن الاخرين شركات استثناء الكبرى والأسر الغنية المسيطرة على الاقتصاد في البلد في مصر مش أسر غنية مسيطرة على الاقتصاد في البلد في جنرالات مسيطرية على الاقتصاد في البلد اتنين بس اللي بيكسبوا طبقا لنص كلمات جون بيركنز الشركات العالمية والجنرالات اللي مشاركينه جون بيركنز بيوضح في كتابه بشكل مفصل اكتر شوية وارجوك تقرأ معايا بتركيز الوسيلة اللي هم بيعملوها هو تعرف ايه بالزبط اللي بيحصل في مصر بالزبط نماذج التنبؤ التي يستعين بها الخبير لدراسة تأثير استثمار مليارات الدولارات في بلد ما عن المهم الاقتصاد المتوقع لسنوات قادمة وتقويم المشروعات المخترح بيعمل لك بقى نماذج وبتاع بص حتك ده على مكاسب دهب يقود مرجان بيكشب شون بيركنز الطابع المخادع للارقام الجفة فنمو الناتج الاجمالي القومي على سبيل المثال قد يكون نتيجة استفادة اقلية من المواطنين عن نخبة اللي هم عندنا الجنرالات على حساب الاغلبية بحيث يزداد الثري ثراءا ويزداد الفقير فقرا ورغم ذلك في انه من ناحية الاحصائية البحتة مصر تقدمت انت مش شايف الناتج الاجمالي انت مش شايف ارتفاع مؤشر البزراميت المطحون بالكراوية ها كلام خالت الخطورة بتنفذ بالحرف الواحد في جمهورية العسكر دلوقتي وعلى مدار السبعين سنة اللي فاتت بنسب بنسب قال لك طلع احلى حاجة بشوف قاعد بتسلق ببعض اشقاءنا النصريين وهم بيتكلموا على الزعيم فلاقي جملة بتتردد كثير اللي هو ايه بيضي الايد يد كل واحد من عياله امبراطورية مترامية الاطراب بيضي الايد اه مهم الكتاب ده يعني حق ربنا لازم يتجاب ويتقري عشان تعرف اللعبة ماشي ازاي اسمه كتاب الاغتيال الاقتصادي للامم اه عشان تعرف ما خلف الاكمة متسمعش كده وخلاص كل المشاريع اللي انت بتشوفها دي واحد بيقولك دور وراها وابحث هتلاقي ان كل ده وهب مش هيفيد الشعب ولا يفيدك انت باي حاجة هيفيد العصابة اللي في الحكم واللي هي العسكر دلوقتي في مصر وانت برا اللعبة خالص واعتقد دلوقتي احنا نكاد نكون على يقين احنا برا اللعبة خالص احنا مجرد زباين حضرتك شوف الحتة من الكتاب اللي بيشرح فيها الجانب غير المرقي من الديون والقروض كلام مهم جدا لازم تعرفوا دلوقتي لان احنا عايشينه نفر 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 يكشب بيركنز عن الجانب غير المرقي في خطة القروض والمشروعات تكوين مجموعة من العائلات الثرية ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي داخل الدولة المدينة تشكل امتداد للنخبة الامريكية ليس بصفة التآمر ولكن من خلال الاعتناق نفس افكار ومبادئ واهداف النخبة الامريكية بحيث ترتبط سعادة ورفاهية العسكر الجدد بالتبعية طويلة المدى للولايات المتحدة لسه العقد بنشرح في اول حلقة رغم ان عبء القروض سيحرم الفقراء من الخدمات الاجتماعية لعقود قادمة ويدلل بيركنز على ذلك بان مديونية العالم الثالث وصلت لتنين ونص تريليون دولار وان خدمة الدين بلغت تلتمية خمسة وسبعين مليار دولار سنة الفين واربعة وهو رقم يفوق ما تنفيقه كل دول العالم الثالث على الصحة والتعليم ويمثل عشرين ضعف لما تقدمه سنويا الدول المتقدمة من المساعدات خارجية يعني خسيرك وديونك اكتر من عشرين ضعف المساعدات اللي انت بتاخدها طيب انا ماشي معاك خطوة خطوة ازاي بيخضع الشعوب الزبون الشركات العالمية بتكسب فلوس كتيرة جدا جدا المستفيد العائلات الثارية او الانظمة الثارية او المؤسسات الفاسدة الثارية وهي ومتمثلة عندنا دلوقتي في البلاد في جنرالات شريع الجيش قصة الحاكمة في السعودية عصابات حاكمة في امريكا الجنوبية دول الطرف التاني في تلك الصفقة الخاسر الشعب طب هل الحكاية بتقف ان الشعب بيخسر بس لا الشعب بيخسر وبيتنيل حياته بتتدمر ويضل يتحمل فاتورة الديون في المستقبل كمان فاكر المجرم فاكر المجرم لما طلع قالك اه انتو انا قلت الزميل الجزء ده مهم جدا كان في حوار السيسي فقالك انتو متخلين كمية الديون اللي علينا انسيبها لاجيال الجاية احنا ممكن ده ساب عشر اضعاف الديون دي على اجيال الحالية والجاية طب بيزبطوها ازاي شوف الموضوع بيتم ازاي مش هتقدر تسدد احنا عارفينك مش هتقدر تسدد هناخد البترول بسعر بخسو الغاز بسعر بخسو وارادات خناة السويس بسعر بخسو وترهل لنا العوائد بسعر بخسو ونسيطر على كل حاجة ذو قيمة في بلادك الهدف من الديون الديل والديل والديل انه يجي يسيطر على كل هذه الغنائم والتي تدر دهبا ولبنا وعسلا ياخد دي الطريقة المتبع طبعا فاهمتك المسدد زاب يبقى ايه وفي حالتنا يبقى ايه عندك واحد في كل راسه الف بطح بطحة انقلاب وبطحة اجرام وبطحة انهيار الحريات وجرائم قتل داخلية وخارجية فاهم وسجون ومعتقلات وانعدم الحريات عنده مليون جريمة اي واحد يقدر يجي يغتصب ويقول له انزل اعمل العجيل فلاحة هيعمل عجيل فلاحة هعرض لك مثال واقع من التاريخ مثال عملي على تلك النظرية ازاي اتطبقت باستخدام تلك الأدوات الشركات الدولية مستعينة بالقراصنة الاقتصاديين اتفاقا مع الحكم الديكتاتوري وادواته في اندونيسيا القرن الماضي القرن اللي فات ده ايه اللي حصل في اندونيسيا وازاي يركعوها ما عندنا حكايات عندنا اندونيسيا والبرازيل والارجنتين وغيرها لكن ده الجزء الاولاني عشان الناس تعرف ايه تهضن هناخد ده على اجزاء تفهم تفاصيل القصة وتفهم كل قنابل الدخان اللي بتطلع تتضرب دي عشان الحقيقة ايه عايزة سماعك الحقيقة بلسان ناس اخرين ها يمكن تفتكر لسانة عوج